أسعار الطاقة التي تواصل ارتفاعها في الولايات المتحدة باتت الشغل الشاغل للإدارة الأمريكية الرئيس بايدن الذي يتعرض لانتقادات من خصومه على خلفية هذا الارتفاع يبدو أنه عثر على الحل في مخزون بلاده من النفط الحقيقة أن أسعار النفط كانت تنخفض أساسا قبل هذا الإعلان وأسعار البنزين في السوق العالمي تنخفض بنسبة 10% في المقابل الأسعار في محطات الوقود لم تنخفض ولو بسند بمعنى آخر شركات تزويد المحروقات تدفع أقل وتربح أكثر بكثير مما تنفق الرئيس الأمريكي كان قد ألمح في أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى أن رفض أوبيك زيادة إنتاجها يستهدف الضغط عليه بسبب مواقفه من بعض النظم النفطية على أن مراقبين يرون أيضا أن الخطوة تستهدف تقليل الطلب على النفط الإيراني للضغط على الأخيرة قبيل المفاوضات نهاية هذا الشهر خطوة يرى معلقون محليون أنها ستنجح في حل المشكلة لكن لفترة وجيزة اتصاديا الأثر ضعيف على كل الحالات ولا يتعدى بضع سنتات في أسعار البنزين بالنسبة للقالون ولفترة قصيرة جدا لا تتعدى ثلاثين يوم أسعار البنزين وصلت عند حدود ثلاث دولارات ونصف تقريبا للقالون الواحد وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات رغم تواصل صادرات البلاد منه لكن بحث الإدارة عن زيادة إنتاج النفط يعارض نظريا رغبتها الاعتماد على الطاقة البديلة لمواجهة التغير المناخي لسنا اقتصادا مخططا ولسنا الاتحاد السوفيتي الرئيس نفسه لديه خيارات قليلة جدا فيما يخص التحكم بأسعار البنزين لدى محطات الوقود وفي الاقتصاد الوطني عموما على مدى الخمسين عاما الماضية تعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها البلاد لمخزونها من النفط تحرك يرتبط عادة بشح الإمداد الطارئ بينما تبدو المشكلة في ارتفاع الأسعار بحسب مختصين وليست في قلة الإمداد بمعزل عند وافع هذه الخطوة تبقى آثارها كما يرى مراقبون محدودة ويبقى على المواطن الأمريكي التعامل مع الارتفاع المتزايد في أسعار البنزين وبضايا أخرى وتبقى الأدوات في يد السلطن محدودة للتخفيف من الأثر في اقتصاد السوق الحر لماذا رواش للتنفزيون العربي واشنطن